كل واحد فينا ما اعتقدش فيه أسرة في مصر أسرة واحدة ما كانش فيها أب ولا أخ ولا عم ولا ابن أخ ولا ابن عم ولا ابن خالة ما خدمش في قواتنا المسلحة أو في الشرطة وخدم هنا وبذل روحه سواء استشهد أو أصيب أو شارك في عمليات على المستوى الشخصي أنا أشرف أن والدي رجل من رجال قواته المسلحة دكتور خالد عبد الغفار والد رجل من رجال قواته المسلحة أنا أحلف لكم والله العظيم أنا من أول ما بدأت أوعى وأبويا بيحكيلي حكاياته هنا من ستة وخمسين وسبعة وستين وثلاثة وسبعين وقال لي أدئي زميل وشافهم هم بيموتوا ويدحوا بحياتهم عشان الأرض دي عشان كده كل زر ترامل هنا إحنا مستعدين كمصريين نبذل فيها ملايين الأرواح بس محدش قرب منها أعتقد دي رسالة واضحة أنا ببدأها النهاردة ترد على حاجات كتير وسيادة الرئيس قالها في كل الفترة الأخيرة مصر مش هتسمح أبدا مهما كان أن يتم فرض عليها أي شيء ولن نسمح بحل أو تصفية قضايا إقلامية على حسابنا دي هي أفضل مهمة جدا لازم كلنا نبعد فينا ترجمة نانسي قنقر